الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو الحج المبرور كيف يمكن للمسلم والمسلمة أن يؤدي كل منهما الواجبات والأركان والسنن والمستحبات من أجل أن يعود أو أن يرجع كيوم ولدته أمه هذا هو هدفنا وهذه مقاصدنا من هذه السلسلة المباركة من الدروس الفقهية والتوجيهات العلمية الخاصة بمناسك الحج بداية دعونا نرحب بأستاذنا شيخ الإمام إبراهيم نورين أهلا وسهلا أزبادك شيخنا شكرا جزيلا لك شكرا حافظكم الله نحضر الآن في هذا اللقاء معكم من أجل أن نعالج مسألة مهمة في فقه مناسك الحج والعمر إنها أحكام أو الأحكام الفقهية الخاصة بالمرأة منذ شروط الوجوب واللباس وما قد يطرأ عليها مما كتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم كيف تقوم بذلك الرفق والمحرم وغير ذلك مما نعالجه الآن إن شاء الله تبارك وتعالى بداية شيخنا الأستاذ إبراهيم لا شك أن هناك شروط الصحة وشروط الوجوب إذا تحققت الاستطاعة للرجل والمرأة بأن نحج بيت الله الحرام كما قال أربونا عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما هو شيء الذي تختلف فيه المرأة عن الرجل بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أعرف أن المرأة تختلف على الرجل قول الله عز وجل رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض أما المرأة جعل الله عز وجل لها أشياء ليست كما الرجل في الحج وعلى سبيل المثال من الواجبات أن يجب أن يكون لها محرم لكي تسافر لتحج بيت الله الحرام على غرار الرجل لا يلزم ذلك معناه لو أن مرأة المؤمنة كان لها المال الكافي والراحلة وأمن الطريق والصحة والعافية فاشتقدر تحج ولكن ليس لها محرم بمعنى لا يجيب عليها لا تكون آثمة إذا لم تحج ولا تتامر ولكن إلا في حالة واحدة فقط إذا كانت حجة الإسلام الحجة الإسلام وحدة والحجة الثانية إذا توفرت الرفقة الآمنة في نفس الوقت حجة الإسلام والرفقة الآمنة ترمع الرفقة الآمنة إن شاء الله لكن إذا كان غير ذلك فيجب عليها المحرم والحجة الثانية أن المرأة تختلف على الرجل في اللباس فالرجل له إحرام لبس لباس الإحرام أما المرأة فتحرم في لباسها ولا يتعين ما هو اللباس اللي تبسه هذه المرأة تحرم في لباسها نقول لباسها العادي الذي تصلي به كيف تروح للجامعة تصلي هذا كيف تصلي عادي هذا هو اللباس لتحرم فيه هذه المرأة حاجة الثالثة اللي تختلف بالنسبة لرجل المرأة أنه لما تدفل قصر الشعر قصر الشعر المرأة تنحم من شعارها كله مقدار 2 سنتيمتر أنمنا يعني يعني تقصر قيد أنمولة معنا نقل مرغوله سنتيمتر هكذا سنتيمتر أو ثنين فقط أما الرجل يحلق عادة هنا لاختلاف موجوده فقط المرأة تقريبا تقريبا في أحكامها تختلف على الرجل في حكم الحج في هذه النقاط في وجوب المحرم وفي اللباس أنها ليست مثل الرجل الذي يتجرد من كل ثيابه المخيطة المحيطة العادية من القميص وغيره لكن الذي يرافقها المحرم الذي يرافقها من هو المحرم الذي يرافقها المحرم الذي يرافق يعني من هو المحرم ما هو المحرم نعم المحرم هو إما يكون زوجها أو يكون أخوها أو يكون ابنها أو يكون من المحارم يعني يدخل في حكم المحارم الذي سبق أن أخواتنا درسوا عن منهم المحارم المحارم نعم ولا يكون أجنبي إذا كان أجنبي ما يبقى محرم ما هو محرم ما هو محرم يكون من المحارم الذي جعلناهم الله تبارك وتعالى واذكرهم حتى في القرآن الكريم والله جناح عليكم فماذكرهم في القرآن الكريم جميع المحارب لإشراحهم الله تبارك هذو كلهم يجوز لهم أن يكونوا محرم لهذه المرأة التي تنوي الحج بإذن الله يعني قدرون قولوا خوها وخالها وليدها وعمها وباباها وربيبها وليد زوجها وحتى زوج بنتها وزوج بنت بنتها وما نزل وما نزل يعني كل هؤلاء المحارب الذي عرفوه من فوقها يقول الذي لا يجوز له أن يتزوجها يعني منعا مؤبدا التي تحرم عليه تحرم عليه تحريم المؤبدا هذا هو المحارب وليس المؤقت يعني ما تقولش بأنه تعرفه جار ولا كذا ولا زوج الأخت ما وش محرم زوجه ما وش محرم ما وش محرم على سبيل المثال ما وش محرم في مسألة المرأة في مسألة المحارم تأتي في خروج عن المحارم تقتل رفق الآمنة في حجة الإسلام فقط في حجة الإسلام شيخنا المرأة إذا فرنا وصلت للمقات وأصابها ما يصيب بنات آدم أصبحت غير طاهر ماذا تفعل؟ وصلت للمقات وهي في المقات وأصابها ما يصيب بنات آدم تتحرم ولكن لا تصلي لأن الصلاة تحرم في الحيض والنفاس وبعدها تفعل كما نقول النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت إلا أن تطوفي بالبيت وإحراموها ودخلت في حجها إما متمتعة ولا قارنة ولا مفردة أن إحرامها مئة بالمئة صحيح صحيح مئة بالمئة ولا غبار يعني ما فيه نقص ما فيه نقص أنها تغتسل وتنظف جسدها وكذا احتوالوا كانت نوفاسة عندها مدى قليلة ونفست ولكن تغتسل كسائر الحاجات ثم تنوي التعقد النية لبيك اللهم حجن أو لبيك اللهم حجن وعمران لبيك اللهم وعمران وتمشي مع الحاجيج عادي بدون صلاة بدون صلاة بدون صلاة ولكن الأجر انتحاء كامل معذرة أستاذنا نستقبلوا هذا الاتصال ألو نعم ألو 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 نعم أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم ولك الحمد نعم أخي تفضل هلوك تبعي في الحجز الشيخ الشيخ اللي كان عظم قال له يالك كاين مثل خطبة عرفة سأخذفة عرفة كاين ما تزوج بطاقة خطبة مين ما كان وقال فلسألك كاين خطبة مين وسؤالك أخي الكريم حب التعرف كاين خطبة مين شكرا سأجيبك إن شاء الله تبارك وتعالى حفظك الله بوريك فيك شيخنا الأخ السائل يقول سمعنا بأن كين خطبة عرفة وخطبة مين هل كين خطبة مين ولا لا معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذهابوا للحج اخطب في الناس وعلمهم أحكام الحج وقال اخذوا عني مناسككم هذا طبعا قبل الحج قبل لا الشروع في الحج وهو يوم التروية يعني يمكن تكون الخطبة يوم السابع كما نصع لي ذلك كتب السيرة النبوية حتى ذكرها أيضا ابن هشاب هو يوم التاسع وهي خطبة عرفة معروفة يمكن خطبة في الحادي عشر كما يقولون يعني بمينان معروفة أنه في مينان بأدلة كثيرة من السنة النبوية لكن يقولوا خطبة باش نصحوا المفهوم البعض كانوا يعلمهم ويعلمهم فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت لا تخلو مجالسهم من الخطب ومن الوعط ومن الإرشاد ومن تعليم من تعليم الصحابة رضو الله عليهم فهذه كلها تسمون خطب لكن شيخنا ربما الذي يتساءل الآن ممكن يكون إمام مرشد ممكن يكون موجه يمكن يكون عنده أجماعة ماشية في رحلة ممكن يصلي به ممكن كذا ممكن يلتبس الأمر على إخواننا وأخواتنا اللي رميز سمعوا نفرقوا ونميزوا بين الخطبة تعارفة اللي هي تكون قبل الصلاة اللي هي للصلاة كما الجمعة يعني في الشكل في التطبيق كما الجمعة هذه خطبة تابعة للصلاة لكن الخطبة اللي تسمع عليها الأخ الكريم اللي تكون يوم السابع ولا تكون يوم الحادي عشر ولا يوم الثاني عشر ولا يوم النفر من مزالفة ويفهمهم مثل ما تفضلتوا هذه نسميها خطبة بمعنى الدرس بمعنى توجيهات ما هي الشرط واجبة من مناسك الحج قال نقوله في مينا كاين وقت معين نلقي خطبة يعني الإمام يلقي خطبة كما خطبة الجمعة لا موش هذا هو المعنى إنما كان تعليميا خطبة تكون يوم العيد أو تكون يوم الثاني عيد أو الثالث عيد أو يوم السابع اللي تكلمنا عليها وهذه موجودة في كتوب السيرة إذن كون مطمئن أخي السائل بأن الخطبة الرسمية اللي تابع المناسك الحج وسنن الحج هي خطبة عرفة نعم ولكن كنقوله كاين خطبة بمينن ولا خطبة يوم السابع ولا خطبة يوم يعني بعد طاوف الإفاضة يوم الصدر يعني يعلم الناس ولا كذا هذه مسائل تعليمية ومسائل توجهية إخوة الإيمان دائما مع المرأة نوصل حديثنا وين كنت قلت لنا الشيخ أن المرأة إذا المسلمة إذا وصلت للميقات ويعني حان عليها وقت عادتها الشهرية مثل ما وقع لأمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قلنا بأنها تغسل يعني كأنها عادية تدخل في مناسك الحج تحرم ورأي مأديا هذا الركن هذا إلا أنها عندما تصل إلى المسجد الحرام ماذا تعمل إذا وصلت إلى المسجد الحرام لا تطوف بالبيت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام افعل كل ما يفعله الحاجة لا اقتسل لا اقتسل ولا سارم شيء كل شيء صحيح جدا صحيح لا غبار عليه لكن لما تصل لا تطوف بالبيت لا تطوف بالبيت طبعا ولا تذهب إلى الصلاة لا تدخل مزيد الحرام هي تحرم عليها الصلاة نعم تحرم عليها الصلاة هي ما صلتش وهي في الميقات لأنها لا تصل وهي في الحرام ربما يحتاج الأخت تقول لك هل يمكن تعالج نفسها تعمل دواء خاص ولا كما إذا وجدت هذه مسألة أخرى مسألة تناول الحبوب لمنع هذه أو لتأخيرها هذا الأمر يرجع إلى الأطباء أرجع إلى الطبيب انتاعة إن شاء الله يعني الطبيب إذا قالت لها ما يضرقش هذا الدواء تعملي هذا الدواء يجوز لها فلا يغبها يجوز لها أن تتناول هذا الدواء في حال ما إذا وننصحوها باش تروح طبيب مقتصب جينيكولوج يعني تروح مباشرة لنساء والتوليد طبيب النساء والتوليد طبيبة النساء والتوليد هي اللي تحكم هذا الحكم هل هذا الحبوب رح يضرها أم لا يضرها لأنه متعلق بالجو متعلق بجسد المرأة متعلق بأشياء تخطيك المرأة أما من الناحية الفيقية يجوز فهذا يجوز إذا لم يكن عليها ضرر فهذا يجوز لها أن تؤخر إلى ما بعد الحج يعني تتناول الحبوب حتى يفوت الحج إن شاء الله توقع هذا مثل أخواتنا في رمضان أيضا ممكن يسألون نفس السؤال نقولون نفس الجواب نفس الجواب لابد من استشارة الطبيبة وغير ذلك هو الذي يقرر ما الذي تحتاط منه المرأة يعني خلقا وحياء وعملا في الحج بلبسها هل المرأة يعني إذا كانت لبسها حلي لبسها أساوير ولا لبسها كذا يجوز لها في الإحرام هو يجوز لبس الذهب في الإحرام هذا يجوز باتفاق أنه يجوز لبس الذهب في الإحرام ولكن مخافة الضياء وكذا هذا الشيء يرجع لها يرجع لها مخافة الضياء لأنه في الازدحام وفي كذا وتحاول تتفادى الازدحام تحاول تتفادى الازدحام ما استطعت إلى ذلك سبيله فالمرأة هي معروفة أنها حيية وإن شاء الله تكون طاهرة إن شاء الله فماذا بهت بعد الازدحام وأما لبس الحلي والذهب فيجوز لها بإذن الواحد الأحد لكن لو سبيل تتحاول إلى ممكن تتفاداه من أجل مخافة الضياء مخافة الضياء فقط يسمحون أخواتنا في هذا السؤال ربما يقول لك لأنه جاءت أسئلة متكررة في هذا المجال في قضية الحائض قلنا وطمأننا أخواتنا أنه إذا انتاب المرأة هذه الحالة الفطرية الطبيعية فيها فإنها تمكث ما دامت في هذه الحالة حتى تطهر وأن ثوابها عند الله كامل وأن أجرها كامل ولتكون مطمئنة ولا تقلق ولا تتأسف ولا تحزن كما تفعل بعض أخواتنا ممكن غلطا تقول لك بالله هنا أشقيت الله هنا وجيت الله هنا وهما رمي يروح يصلي ونقعد في الفندق ذا إذن كوني مطمئنة لكن أيضا تسأل أسئلة جزئية تقول لك إذن وجوز لي أنا نربي الجمارات في ذلك الحالة وأنا نقف في عرافات وأنا ندعو نعم إلا أنها ما تكراش القرآن تكره هكذا من المصحف وإنما تدعو بالأدعية تدعو بالأدعية الواردة من أدعية القرآن أو من أدعية الأحاديث النبوية وتستغفر الله تعمل كل عمل كبذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها لا تطوف حتى تطهر أنا حبيت أن ننبه الحالة النفسية هذه فقط كوني مطمئنة كوني مرتاحة لكن الأجر مئة بالمئة نعم أنت ركي في الفندق في هذا الحالة لكن أنت عنك الأجر مئة بالمئة يعني هو المشكلة نقول لها حكم وحكم رمضان حكم وحكم الصلاة حكم الصلاة الصلاة تسقط مباشرة عنك إذا حل بك ذلك الذي يصيب كل بنتي أهدا فلهذا الصلاة ما تصليش يعني عادي جدا ما تقديش تقولين ما نقدرش ما نصليش والأهل ذلك فالله تبارك وتعالى ويحب أن ترخصه كما يحب أن تعتع زائمه بما أنه أعطاك هذا الرخص وقال لك بأنه وبالعكس قال لك أنه يحرم عليك الصلاة يحرم عليك فعل ذلك لما تكون بشهادك فالله تبارك وتعالى له الخلق وله الأمر شيخنا سؤال يتبادردين وطرحوا أخواتنا هل المرأة تستطيع أن تحجها على غيرها إذا كانت حجت عن نفسها أو تحج على غيرها رجل أو مرأة يعني الآب أو الجد أو ممكن زوجها ميت أو أخوها تجوز المرأة أن تحج على أي إنسان مدام حجت على نفسها على نفسها يعني مثلا السنة الماضية كانت حجت عن نفسها الآن تروح للحج ربي يكتب لو يسر لها تروح للحج تقول والله أنا حبيت أن نجيب حجها على الولد تاعد على الولد تاعد ولا على زوجها مثلا إذا كان متوفي ولا يعني يجوز لها يجوز لها هذا الأمر هذا بما أنها حجت على نفسها لأن الشرط أن تكون حجة الحجة نتاحها هي حجة الإسلام بعدها تحج على من شاءت ولا شيء أعليها ولا شيء أعليها ولا شيء أعليها يعني نصائها عامة بالنسبة للأخت المسلمة وهي تحج بيت الله الحرام وربما لأول مرة بماذا ننصحها أنا دائما أنصح المرأة والرجل بأن يلتزموا التفقه في مسألة الحج في مسألة الحج وخاصة المرأة لأنه عندها بعض الأحكام تختلف على الرجل لا تقدر تروح تبع الرجل في كل شي عندها بعض الأحكام وتتوجه مباشرة دائما دائما تحسب حساباتها في المسألة التي كنا نتكلم عليها عندها حسابات تحسب حساباتها ثم تأتي أيضا بالدعاء إذا ممكن جيب الدعاء إن كنت حبس في محلي حين أين حبسني هذا الشرط الذي يشترقه الحاج أو الحاجة إذا كان خائفا من مانع متوقع مثلا أمرأة والرجل يكون المريض ويخاف يضعف عليها المرض يقول اللهم إن محلي حيث حبستاني بمعنى اللهم يا رب أن أنت وجه ليك يضرع معنى يطلب رخصة يطلب رخصة يقول له يا ربي لك أن حسرتني الإحصار لجه مانع مانع وحد منعه وحد منعه مطريق ما يقدرش يروح منعه المرض منعه أي شيء ما خلاش يكمل للحج انتعه يكون اشترط على الله تبارك وتعالى بتأدب بتأدب وهذا نقوله بالنسبة لليه يتوقع ضرر ماشي أي واحد اللهم إن محلي حيث حبستاني أو حيث تحبسوني فإن حبسها حابسون فإن حبسها حابسون لكن مع هذا نقول بأنه إخواننا يعني في البعتة في الوكلات السياحية كين مرشدين مرشدين الدينيين ومرشدين الإداريين أنه ما يخض الشلل الأخت المسلمة بما أن الحديث الآن مختصت بالأخت المسلمة حتى في حالات فطرتها كما ذكرنا حدث طهارة ووضوح حدث كذا ما تتصرفش وحدها إنما عندما تشكوا في شيء تلجأوا إلى والحمد لله الآن الحمد لله مع البيعثة مع الوكلات الحمد لله كين أطباء وكين طبيبات وكين تستشير من ناحية الصحية من ناحية الفيقهية ومتخليش الأمور مبنية على الشك ونبه إخواننا وأخوتنا جميع عن الحجاج بأنهم ما يشكوش في عامل ويسكتوا عليه وعندما يرجعوا للموطن للوطن التحم يريد أن يستقص في إيمان ويستقص في كذا يقولوا نعملت كذا ونعملت كذا وإلا ما هو دور البعثة ما هو دور الوكلات ما هو دور المرشدين رغم أنه هناك مرشد معاه ينزل يطلع معه في الطيوة ورجع معه للجزائر يطلع معه منه حتى هناك يعني يلافق طيوة للحج وعود يرجع معاه في نفس الطائرة فلهذا ننصحوهم باش دائما يرجعوا للمرشد وبما أن النصيحة شيخنا بما أن النصيحة هنا هناك بعض الأخوات ممكن تكون عندها تربية تكون عندها أولاد صغار صغار ممكن حتى في الرضاع ويحتاجوا لها وممكن هي تروح تحج وتخلي هذا الواجب هذا نعم وش نقول لها نقول لها تقعد مع أولادها لأن هذا تربية أولادها لا يوجد ومن يعوضها وهنا ندخل في الرخصة ونجتهد العلماء هل الحج والعمرة على الفور ولا على التراخي فهنا نقول بأنه إذا كانت المرأة وراءها مسؤولية تربية مسؤولية خدمة يعني أولادها وتخليهم ربما أمراض ربما يبكي وربما كذا نقول لها أقعد مع أولادك وربي يسر لك فيما بعد إن شاء الله أنا مريت بهذه ورأيتها أن الأخت وضعت الحملة التحة بعد شهري جد حجت لا إله الله فقلت لها وعاتبتها وقلت لها يا أختي الفاضلة كان لك أن تجلسي مع الإبن تاعك ولكن الله تبارك وتعالى كتب لك الحج فسوف يكتبه لك بإذن واحد لأحد وإلا فقد كتب لك الأجر وإلا فقد كتب لك الأجر هنا نستحضر أو نذكره ذلك الشاب اللي كان رايح للجهاد والجهاد ذروة سنام الإسلام جهد وما أدرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجل أن يستطب الأمر للإسلام والمسلمين ومن أجل كذا ولكن قال له ألك والدان قال ففيهما فجاهد ففيهما فجاهد والحج بالنسبة للمرأة جهاد والحج بالنسبة يا شيخ نادر كما تعلم بالنسبة للمرأة جهاد ما هو جهاد النساء جهاد النساء الحج إذن وإذا تركت وراءها من واجب أنها تخدمه أن تخدمه فذلك جهادها يعني هذا أصل المسألة وهو المطلوب منها أن تكون راعية لما استرعاها الله تبارك وتعالى فيه ألا وهو زوجها وبيتزوجها وأبنائها وما الله تبارك وتعالى جعلها واجب عليها أنها ترعاها شكرا شيخنا حافظك الله وبرك فيك إلى أن نلتقي وإلى أن نلتقي معكم أنتم إخواننا المشاهدين والمشاهدات حجاج بيت الله نسأل الله أن يبارك لكم وأن تعودوا سالمين غانمين إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والحمد لله رب العالمين